أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد بشكل مناسب على التعزيزات العسكرية لحلف ناتو في بولندا وأشار رئيس إدارة العلاقات الروسية مع أوروبا في الخارجية الروسية أشار أن الرد الروسي سيكون ملائما ويهدف إلى تحييد تهديدات المحتملة لأمن روسيا الاتحادية أكد مسؤول في رئاسة الفرنسية بأن فرنسا غير مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا مشيرا إلى أن باريس تريد لأوكرانيا أن تنتصر في الحرب وتستعيد وحدتها الإقليمية وتعرض الرئيس الفرنسي لانتقادات من كيف وحلفائها في أوروبا الشرقية بعدما صرح سابقا بأنه من المهم تجنب إهانة روسيا ليكون هناك حل ديبلوماسي عندما ينتهي القتل